أريدك تسمحيني بالأول نحن مش مظلومين يعني هي بالشخصة فيك أكيد تقولي مظلومين بس نحن كنا ضمن صراع كبير يعني كنا بالمواجهة حتى بالسجننا كنا ضمن إطار مواجهة مع يعني مع محور الشر الأمريكي اليهودي حتى نكون كتير واضحين وبالتالي النقطة الأهم اللي دايما بقولها نحن عندما هزم هذا المحور في 2006 من وقتها نحن تحررنا مش بالألفين وتسعة وبالتالي على الصعيد الشخصي نعم نحن مظلومين ولكن في إطار المواجهة نحن كنا عم نواجه ونقاوم مثل المقاومين اللي كانوا على الأرض وأكيد بديك تسمحيلي بداية يعني اتوجه بالسلام والرحمة على روح الرئيس الشهيد دولة الرئيس رفيق الحريري وبي كمان اتوجه يعني بكل التحية لأهلنا ببيروت براس بيروت بطريق جديد جبل النار والنور طريق جديد بإقليم الخروب بعيش بكار بوجع أبو حيدر مهلا يوخذني إذا سترليش الشارع من شوارع بيروت إلى البقاع الغربي إلى البقاع الأوسط إلى البقاع الشرقي إلى أهلنا في الجنوب إلى أهلنا في عكار وترابلوس على مستوى الوعي الكبير الذي فوت الفرصة على كل من حاول أن يستغل دمر رئيس الشهيد دمر رئيس الشهيد بالبيع والشرب بسوء النخاص الدولية والشعال فتنة مذهبية شيعية سنية خلينا نكون واضحين وبالتالي خليني ركز على نقطة إنه هذا الموضوع مش لأنه نحبطه من الحكم مثل ما عم بيحاول بعض سماسرة الإعلام إظهاره لا مش لأنه نحبط من الحكم لأنه فعلا كان في وعي بهذا الموضوع بعدم إشعال الفتنة وبعدم الاستمرار في بيع دمر رئيس الحريري بسوء النخاص الدولية حتى نكون واضحين